اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن الصحافة هي أحد الأسس الداعمة للجهود التنموية في المنطقة من خلال توعية المجتمع ونقل الرسالة البناء بكل موضوعية ومهنية والمساهمة في تعزيز الشفافية وأشار سموه إلى أهمية الحرص على مواصلة دعم الصحافة لتواصل دورها الريادي في المجتمع كمرئات عاكسة لمختلف القضايا بمعالجات حريصة على تطور ونماء المجتمعات والأوطان وقال سموه إن الكلمة النابعة من الروح الوطنية الحريصة على بناء الأوطان هي مفتاح للتنمية والبناء مضيفا سموه بأننا نعول على الصحافة التي تعبر عن الرأي بمسؤولية واستقلالية وموضوعية فلا صحافة من غير حرية في التعبير عن الرأي ولا حرية في التعبير عن الرأي بالصحافة إلا بمنظومة دستورية وقانونية تكفلها وهذا ما حرصت عليه مملكة البحرين وفق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير الشؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام عددا من كبار مسؤولي الاتحادات والجمعيات الصحفية والصحف الخليجية والعربية والدولية من بين الحاضرين لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة 2024 حيث رحب سموه بهم ونوه بالدور الحيوي لهذه الاتحادات والجمعيات الصحفية في تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحفية الخليجية والعربية والدولية وأشار صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى أن تنظيم جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة نابع من اعتزازنا بالصحافة ودعما لحرية الرأي والتعبير والكلمة المسؤولة معربا سموه عن تمنياته بأن تسهم هذه الجائزة في مواصلة تطور الصحافة المحلية بما ينعكس على مخرجاتها الصحفية التي ستعزز من دورها العاكس لنبض المجتمع ورقابتها من خلال الصحافة الاستقصائية المساندة للسلطتين التنفيذية والتشريعية والذي سيسهم في تحقيق التطلعات والأهداف التنموية لمملكة البحرين وضاف سموه إننا ندرك تماما ما تمر به الصحافة عالميا من تحديات وهذا يحتم على الجميع التعاون لتوفير كافة أسباب مواصلة الحفاظ على دور الصحافة المستقلة لتأدية رسالتها بكل كفاءة من جانبهم أعرب مسؤول الاتحادات والجمعيات الصحفية والصحف الخليجية والعربية والدولية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائبي جلالة الملك ولي العهد على حفاوة الاستقبال وما يليه سموه من حرص واهتمام بدعم الصحافة والصحفيين وإيمانه بالحرية الصحفية المسؤولة الداعمة لمختلف الجهود التنموية الخليجية والعربية مشهدين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في نسختها الثامنة ومعربين عن تمنياتهم لها بالتطور عاما بعد عام بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها